هياكم الله مرحبا أهلا وسهلا خمس مباريات خمس انتصارات للمنتخب الزائري في دصفيات كأس ومم إفريقيا 2024 المقررة في كوديوار في بداية السنة القادمة بإذن الله بمجموعة من اللاعبين سميناهم بودلاء لم يرعب البارحة جمال بالماضي بالتشكيل الأساسي في المبارجة في جابوما في الكامرون على أرض محايدة لأن منتخب أوغاندا لا يملك المنعب الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة لإقامة المباريات الدولية قلت الجميلة هو خمس مباريات متتالية وخمس انتصارات المنتخب الإفريقي الوحيد الذي حقق هذا الرقم في التصفيات الأجمل هو أنه لعب بمجموعة تسمى بالبودلاء ولو أنه على مستوى المنتخب لا يمكن الحديث عن لعب أساسي ولعب احتياطي ولكن كثير من اللاعبين لأول مرة لعبوا مباراة في خارج الجزائر في أفريقيا وبعضهم لأول مرة يشارك مع المنتخب الجزائي فازوا بهدفين مقامل هدف واحد وهذا هو المهم والأهم كذلك هو أنه عطينا فرصة لمجموعة من اللاعبين لكي يظهروا للجمهور ولكي يظهروا إمكانياتهم بالنسبة للمدرد جمال بالماضي الذي أراد ذلك وأراد كذلك أن يحضر كما ينبغي لمباراة تونس المقررة دعونا نقول وعب أنه جمال بالماضي يعطي أهمية كبيرة جدا لمباراة تونس التي سيلعبها أكيد بالتشكيل الأساسي لأنه لا يريد أن يخسر وهذا شيء طبيعي ولأن المنافسة يسمى تونس ولأنه الفوز بها المباريات الودية والدولية عنده حسابه أيضا في تصنيف الفيفا وفي الترتيب نحن الآن طبعا ضمن التسعة الأوائل وسنكون من دون شك على رأس واحدة من مجموعات المؤهدة إلى نهايات كأس العالم التي تقترب لا يجب أن ننسى عملية القرعة ستكون منتصف شهر يوليو المقبل التصفيات تبدأ في شهر نوفمبر القادم تعرفوا بأنه عندنا تونس وبعدين في شهر سبتمبر الداخل عندنا مباراة الأخيرة عمام تنزانيا في الجزائر إن شاء الله نحبه ست انتصارات متتالية وهذا حدث يكون تاريخي بالنسبة للجزائر وبالنسبة للكوريا الأفريقية وبعدها ندخل تصفيات كأس العالم بمبارتين في شهر نوفمبر ثم مارس ثم يونيو ثم السنة التي بعدها طبعا بعد أن للعد نهايات كأس العالم الأفريقية في يناير أتصور اليوم بأنه جمالي بالمعدي صارت عنده نظرة خاصة وعامة خاصة عن كل لعب فنيا وحتى ذهنيا ونفسيا وعامة عن ما يريد أن يفعله خلال الفترة القادمة خاصة وأنه نهاية كأس العالم الأفريقية يجب أن يضح فيها العسبان ويلعبها من أجل المنافسة عليها لا أقول من أجل الفوز بها ولكن يلعبها من أجل المنافسة عليها ليس كما كان عليه الحال في الكامرود في المرة الماضية وأننا كنا أبطال الأفريقية هذه المرة لن نشارك أبطال الأفريقية هذه المرة نشارك ونحن بالنظر للجماهير الجزائرية والإفريقية والعالمية أن منتخبنا تراجع لم يعد كمكان لن نكون مرشحين هذا يختمنا كثيرا المرشحون ستكون المنتخبات التي شاركت في المنديال الأخير مثلا وستكون معهم مصر كذلك ونيجيريا جميل جدا أن نلبس هذا التوب ثوب منتخب غير مرشح ثوب منتخب بصدد إعادة تجديد لأنه لا يمكن الحديث عن تكوين على مستوى المنتخب ولكن نفس جديد في مجموعة من اللعبين المتميزين في السن هم بحاجة إلى أي جرع مباريات في إفريقيا وفي الجزائر احتكاك مع الجمهور احتكاك مع بعضهم البعض التعود على الضغطات الإعلامية والجماهيرية التي تميز المنتخب الجزائري وتميز الكرة الجزائرية عموما شاء الله نوصل إلى شهر يناير 2024 كن في أفضل أحواننا خاصة بعد أن علمنا بأنه جمال برماد ينوي تحضير البطولة في بداية شهر يناير في بلد قريب من كوديفوار تعرفوا بأن البطولة تنتركهم الثلاث عشر من شهر يناير إلى غاية الحاجة عشر من شهر فبراير ففي بداية السنة كن فيه تحضير في واحدة من البلدان الإفريقية القريبة من كوديفوار صعب الحديث عن كل شيء لأننا لا نملك كل المعطيات يمكن أن نحلل بعض المعطيات وبعض الأشياء ولكن صعب الحديث عن كل شيء الشيء الباية الآن والظاهر أنه فيه مجموعة من لو لا تصار جيين وفيه منافسة كبيرة جدا على المناصب بما في ذلك مع تألق البريحة عمورة الذي يزعج سليماني ويزعج بنجاح ويزعج محيوس كذلك في انتظار إيجاد الميكانيزمات التي تسمح لجمال بالماضي بأن ينفذ مشروعه بهذه الأسماء الجديدة التي تشكل منتخب الجزائري طبعا أنهم في حاجة إلى راحة نفسية بعيدا عن الضغوطات لأنه صراحة اليوم ما فيه ضغوطات لأنه المشوار مليح في التصفيات بقناة مباراة وحدة ندخل كأسهم من أفريقيا بعد ذلك من دون ضغوطات ليس في ثوب المنشح ولكن الذي حدث البريحة شيء جميل نتمنى أن يكون أجمل في مواجهة تونس التي تعتبر منتخب يمكن أن نقيب في قدرات العبيل الجدد أن القدامة نعرفهم ونقيب فيه كذلك نوايا جمال بالماضي مع ما يريد أن يفعله بهذا المنتخب وكيف يريد أن يعود إلى الواجهة ويستعيد مكانة المنتخب الإزائري التي كانت عليها شكرا لكم والسلام